بخيزي المنطقة وعاش فيه يعني صراحة كما قلت حضرتك كان له طلب أو له حاجة سائل رحمة الله عليك يساعده وقد ذهبت إليه بمكتبه أنا وأحد الإخوة من المواطنين عن نفسي ذهبت إليه مع أحد الإخوة كان له حاجة عنده وذهبنا إليه وكننا في يوم شديد البرودة وشديد الشتاء فاستقبلنا استقبالا حافلا ورحبا بنا وأجلسنا وأكرمنا ولبى حاجة هذا الربل الذي كنت معه وهو يالس في مكتب التصر بالتلفور وقضى حاجة هذا الربل يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله خلقا اختصهم بقضاء حوائج الناس قضاء حوائج الناس وخدمة الناس وتلبية مطالب الناس له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى فكان فيكفيه هذا يكفيه هذا هذا الأمر ينفعه وهو عند الله سبحانه وتعالى من الشهداء حضرتك شفته آخر مرة ومن الصابرين على قضاء الله وقدره ومن الراضين بقضاء لا اتلاه الله فصبره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف الذي يرويه عن رب العزة جل جلاله إذا ابتليت عبده ببلائه في نفسه أو ماله أو ولدي واستقبل ذلك البلائه بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أو أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بخير حساب فهنيئا له فهو عند الله سبحانه وتعالى من الصابرين الراضين وهو له أجر الشهداء كما قرر العلماء وشيخ الأظهر ومعالي وزير أوقاف العلماء في هذا العصر أن الذي يموت بسبب مرض كورونا له أجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى فأسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له ونعلم جميعا أن الموت ليس فيه شمات فهؤلاء الشامتون الذين يشمتون في موت هذا الرجل نقول له الإسلام منكم براء الإسلام منكم براء الموت ليس به أي شمات وليس فيه شمات يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعنا أنه قد شمت في موت أحد من كفار قريش وما سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمت في موت أحد من اليهود مثلا كان يجلس رسول الله مع أصحابه في يوم من الأيام فمرت عليهم جنازة رجل يهدي فقام رسول الله لهذه الجنازة فسألوه وقال له أتقف لجنازة يهودي يا رسول الله فقال رسول الله أليست نفسا أليست نفسا فالموت ليس فيه أي شماتة فهؤلاء الذين يشمتون في موت هذا الرجل نقول لهم الإسلام من كنبرة الإسلام دين قرية الأتقان يعني يقول الله تعالى وَكُلُ الحَقُّ مُنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْمُمْ ويقول تعالى لا تقراها في الدين قد تبين الرشد من الغير ويقول رسول الله ويقول الله سبحانه وتعالى لست عليهم بمسيطة فالإسلام كفل لجميع الناس حرية الاعتقاد حرية الاعتقاد والموت ليس فيه أي شماتة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغسله بالماء والسلز والبرد اللهم اغسله بالماء والسلز والبرد اللهم نقه من الخطايا كما ينقى السوق الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مُسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم أبدله دارا حيرا من داره وأهلا حيرا من أهله وولدا خيرا من ولده وزوجا خيرا من زوجه وجوارا خيرا من جواره اللهم سبته عند السؤال اللهم لقله حجته اللهم لقله حجته يا رب العالمين اللهم اجعل هذه الليلة ليأسعد لياليه يا رب العالمين اللهم اجعل هذه الليلة ليأسعد لياليه يا رب العالمين أقول قول هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ورحم الله الأستاذ مائل وأسكنه وفسيح جناته وألهم أهله وزويه ومحبيه وتلامزته الصبر والسلوان شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ماشي هاليا نطصة. ببخل في حياتنا نطصة. اي حاجة بنحكيجة منه كنة. يعني. لو شاف واحد مختلف هو واحد حزين مش مايسكوتش الرماسة. مش. لو شاف واحد مسنوق فلوسي زاعة. زي ما حضرتكم طبعين دي اسرته زوجاته اولاده في حالة انهيارتام. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا